بنت الفنانة إلهام شهين وغضب الجمهور منها بسبب تحررها الزيد وصورها الجريئة بالإضافة لتصريحتها الصادمة هنعرف التفاصيل وإيه اللي عملته وأغضب الجمهور منها كلامنا النهاردة عن بنت إلهام شهين زي ما معروف عنها في الوسط الفني إنها بنت الفنانة إلهام شهين ودايما بتظهر معاها في المناسبات العامة والخاصة حتى في المهرجانات اللي بتروحها حتى في المهرجانات اللي بتروحها إلهام دايما بتاخدها معاها وبالرغم إنها معروفة بإنها بنت إلهام شهين لكن الحقيقة هي بنت أخت إلهام شهين مش بنتها وإلهام شهين تبقى خالتها وهي اللي ربتها والغريب في الموضوع إنها إلهام على اسم خالتها واسمها بالكامل إلهام صفي الدين والحقيقة إن البنت دي عملت جدل كبير جدا في الفترة الأخيرة وتسببت في غضب الجمهور منها بشكل كبير أول حاجة أغضبت الجمهور منها هي تصرحتها الجريئة والصادمة في بعض الأوقات زي مثلا ظهورها ضيفة في برنامج كلام الناس مع الإعلامية ياسمين عز وقتها سألتها ياسمين عز إذا كان عندها استعداد تعمل أدوار إغراء فيها بوس وأحضار وحاجات زي دي فردت عليها بكلام صادم وقالت إن ما عندهاش أي مشكلة تعمل الأدوار دي طالما إن ده هيكون في السياق الرسالة اللي بتتقدم والحقيقة أنا مش عارفة يعني إيه في السياق الرسالة وإيه هي الرسالة اللي هتكون في مشاهد من النوع ده تاني حاجة أغضبت الجمهور منها هو لبسها وصورها الجريئة اللي بتنشرها على حسابها في الانستجرام والحقيقة هي بتنشر صوت جريئة جدا وأحيانا بتكون صادمة وكل كوم وظهورها مع خلتها الفنانة إلهام شهين من كم يوم في مهرجان الدراما كوم تاني بأمارة إيه بتحضر المهرجان ده يعني هي لممثلة فيلم ولا مسلسل ولا شفنا لها دور في أي حاجة والحاجة الوحيدة اللي تخليها تحضر مهرجان زي ده هو إن خلتها إلهام شهين لكن الصادمة فعلا في الفستان اللي ظهرت بيه في المهرجان فستان يشبه بشكل كبير أميس النوم كل ده سبب غضب الجمهور خصوصا إنها لسه بنت صغيرة لسه في مقتبل العمر أمار لما تمثل وتبدأ ويكون لها أعمال هتقول إيه وهتلبس إيه عموما أنا مستني أقرأكم في التعليقات هل شايفين لبسها عادي وإن من حقها تلبس اللي هي عوزاة ولا ليكم رأيه تاني والجدير بالذكر إن إلهام صفي الدين من مواليد سنة 1993 وعندها دلوقتي 29 سنة أما بالنسبة لديانتها فالموضوع ده عمل جدل كبير على السوشيال ميديا وتقال إنها من صحية الديانة لكن المعلومة دي غلط ومش حقيقية وده لأنها مسلمة الديانة زي خالتها إلهام شهين وزي باقي عائلتها وهي بنفسها آلة الكلام ده في إحدى المناسبات سنة 2018 من تلشار ترجمة نانسي قنقر